ظهر علينا الممثل المتقلب جداً بغغال بمصرحية بايخة وتمثيل بيكم بارس أول مرة يمثل في مشهد زيدا الممثل بغغال للأسف ظهر بتمثيلية سيئة السيناريو وسيئة الإخراج لكن مرمي الله ما بيترفيع يا بغغال السودان كله عارف إنه ناسكم هم من نهبوا السودان ونهبوا المواطن السوداني السودان كله عارف إنه ناسكم هم الحرامية زي ما غايتم الكبير سرق ونهب سروات السودان وذهب السودان وكوّم مملكته ويا بغال لا يصح إلا الصحيح والصحيح ده هو القوات المسلحة وأبطالها وما سواهم خائن متمرد ومهما حاولت تعمل وتلمع في صورة الدعم الصريع حيظل أعوج الغايت زات كلينتون إنت ما فضل أسماء إلا كلينتون إنت ما عارفين فضيحة كلينتون ومونيكا غايت محن المهم كلمتون زاته طبسة زيادة وهو معترف إنه الجماعة ديل تابعي ليهم نسمع قال شنو في حاجة تانية الكمبارسة الفاشلة الشارك في المسرحية السخيفة دي ما خلى باله ليها عليكم الله من الله خلقكم حصد شفتم ميكانيكي ماسكة المفك بالعكس وعامل فيها الولد بفك إفكوك من عضانك يا أخي محاربة الظواهر السالبة ده شي ممتاز شديد وكلنا ضد الظواهر السالبة أيا كان شكلها ومنه البرتكبة أهد دعم الصريع شكل لجنة لمحاربة الظواهر السالبة ويرجع العربات المنهوبة لأصحابه بعد إبراس شهادة البحث وأوراق الملكية المهم الدائر يفقد عربيت كل كل يمشي للجماعة ديل ويسلمهم أوراق العربية لو دائرين تحاربوا الظواهر السالبة حاربوا تمردكم وخروجكم بإسلاحكم وغتال القوات المسلحة ومحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة لو دائرين تحاربوا الظواهر السالبة أطلعوا من بيوت المواطنين لو دائرين تحاربوا الظواهر السالبة رجعوا منهوبات المواطنين والشركات لكن كل هذا تمثيل في تمثيل